نهاردة يمحافل جدا للمحترفين المصريين يمحافل جدا تعال نروح لحصاد المحترفين المصريين اليوم أحمد حسن كوكا بيسجل هدفين في فوز ألانيا سبور بخماسية دون مقابل على حساب ترابزون سبور في الجولة السامنة عشر من الدوري التركي في المباراة شهدت مشاركة محمود حسن تريزجي أيضا مع ترابزون سبور يعني نبارك لأحمد حسن كوكا لهدفين ونقول لتريزجي هارد لك الخسارة الكبيرة بخماسية أحمد حسن كوكا في هذه المباراة لعب 66 دقيقة سجل هدفين سادة كورتيني سادتهم سجل منهم هدفين تمريلاته الصحيحة 16 من أصل 21 تمريل محمود حسن تريزجي لعب المباراة بالكامل سادة كورتين صنع فرستين وتمريلاته الصحيحة 44 من 49 تمريل أحمد حجازي النهاردة كان الحدث في مباراة اتحاد جادة والشباب واحدة من قمم الدوري السعودي أحمد حجازي تسبب في رقل الجزاء سجل منها فريق الشباب أمام الاتحاد وسجل هدف التعادل لفريق الاتحاد يعني هو تسبب في ضرب الجزاء وسجل هدف التعادل مباراة شاية غياب طارق حمد لعب المباراة بالكامل سجل هدف سادة كورتين ده أحمد حجازي تدخلات الدفاعية الصحيحة 6 تمريلاته الصحيحة 49 من أصل 57 تمريل ده أحمد حجازي عمل أداء خرافة ورائع مع التحاد جادة محترف آخر مميز رائع دائما مميز ورائع محمد النني سجل هدف الأول وصنع الثاني في فوز أرسنل على أكسفورد يونيتد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة اللي انتهت بفوز الجانرز بسلسية نظيفة النني بدأ هذه المباراة أساسيا تعالوا نروح لأرقامه لعب المباراة بالكامل سجل هدف صنع هدف تمريراته الصحيحة 51 من أصل 56 وصنع فرصتين يعني أرقام رائعة رائعة لمحمد النني مست محمد النني إنه هو جاهز رائع مميز في أي وقت تلاقي محمد النني حتى لو قاعد عددك فترة في أي وقت بيشارك بيقدم مباراة كبيرة عشان كده أرسنل دائما متمسك بمحمد النني